اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب على عمق ومتانة العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وجلالة الملك عبدالله الثان بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية مشيدة بالموقف الاردني المشرف والداعم لسياسة وتوجهات مملكة البحرين على كافة الاصعدة ورحبت معاليها بكل اوجه تعزيز التعاون البرلماني والتشريعي بين الجانبين جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب ووفد الشعبة البرلمانية بمعالي سيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردني على همش مشاركة وفد الشعبة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة الاردنية عمان وبينت معاليها ان القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني تحتل صدارة اهتمام قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين مشيرة الى ان خطابات جلالة الملك المفدة تؤكد في مختلف المحافل على هذا الامر وعلى حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة واوضحت ان البرلمان البحريني حريص على التفاعل مع كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني بكافة الاليات الدستورية المتاحة مشيرة الى ان المجلس النيابي هو اول مجلس تشريعي عربي يشكل لجنة برلمانية دائما لمناصرة الشعب الفلسطيني من جنبه اشهد معالي رئيس مجلس النواب الاردني بالعلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين معربا عن اعتزازه بالتنسيق الدائم وتطابق الرؤى حيال مختلف القضايا الاقليمية والدولية بين البلدين